موسيقى الجماعية منذ إصابته هجوم عنصري على لعبي ألمانيا والإتحاد ألماني يرد والويفا يعقب جماهير سلتيك بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية حادثة أو مباراة الترجي والنجم آخر الأخبار فيما يخص المباراة النادي الأفريقي وعقوبات جديدة فيما يخص مستحقات الثناء الجزائري بن عيادة وابل حسيني وحادثة سرقة في نادي الزامريك تثير الجدل مع عودة المدربة التولسي نصيف البيوي للبطولة الجزائرية مرحبا معكم أمين جنانزا نور في الإخراج إيهاب إيمان وإيفتي وماما القربي في السوشيال ميديا ومعايا النجم وسائل الإعلام في العالم العربي خريج المدرسة الألمانية فرنس بيكنباور كابتن خلد حسني مرحبا مرحبا بيك ومرحبا كل مشاهدين ومشاهدات وخليك الضيف أنت خطر أول مرة أنا معه أول مرة 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 ستنزين ببعثكم ومتعرف ببعثكم كابتن الغيث النفع والحمد لله والأمطار تطهاتل بكميات محترمة والله مش تقول لك ناس كل فرحنا الحق ولا بالحق ناس كل فرحنا بالأمطار مهما كانت الكمية تعلامتار اللي معناها سجلناها ولكن إن شاء الله الأمطار هذه بتكون معناها نافعة على الفلاحة وعلى الدنيا كلنا إن شاء الله تتواصل حتى على نافعة حتى على نافعة ويسر السخنة السخنة تأثر على كل شيء وإن شاء الله ربي يزيدنا إن شاء الله ربي يزيدنا إن شاء الله تستمر الأمطار يعود فابيوكا نفارو الكورة التونسية سولات وجولات في ملاعب الربط الأولى العربي جيبر مرحبا مرحبا يا أمين اختلتني أخويا بالشكر أخويا عندك شكر مش عادي أنت يا أخويا يعديك صحة شكل قدرتك هو كان في الدفاعسة أنت يا نافارو وإنتي تلعب؟ كان نافارو أخي كان نافارو مرحبا أنت يا عندك كستيل الغرحة والدتونسة كل ما فابيو كان نافارو هم يعني أنه ألعب في ريال ألعب في ألعاب في ريال لعب في ريال إلعب في لوب يلعب في إنتي في بارما هو أحترف يعني على على مستويه عالي ببنابولي كان مني شغالت من أبرز مدافعيين اللي خلقهم يعني اللي توجده في الكورة بصراح رحبو بالكابتن وهناك ملعبات لدينا معا في المشاهدين وفي المشاهدين وفي الفريق معك نحب نسلك ديتيات نعرف إنه فما حتى سمعت ملعبات يحكيوا على قدواتهم في كورت القدم يقلدوا حتى في كل شيء حتى في المشياء حتى في المنعرشنا في اللوك في الشعر في الحويش يقلدوا الملعبات في كل شيء هكا أو لماذا؟ يتأثروا للملعبات فما فما ملعبات تحب تبدأ ستيرا كما شوفوا طواء كما كريسيانو كما نايمار في الحجامة حتى في المشياء حتى في الاحتفالات وذي كبهنة الكورة بصراحة لما تبدأ شيخك على روحك تبدأ عاملة تبتخدم ليحه وتمرك هدف ولا ولا في ستيلك في بدنك فيما تشوف تولي بالله سليما بشكوم كما غروم كنت صغار سليما والله سليما تقولني فهم مشكومة بتهم عرفتهم مشكوم مغروم سليما بصراحة بالمناسبة اليوم مراهو عيد ميلاد محمد سليما مرسول دوما كنتمني ولو عيد ميلاد سعيد كل عام تحيب خير يا أقوى محلل وأقوى أقوى ماناجر ماناجر ديبلوماسي برش قد يعمل تسعة وثلاثين سنة تسعة وثلاثين سنة محمد سليما كنت شوفيه في حملة مصرية مزلت البرك مزلت البرك جوستي والي كيما العربي يستيل هكا وينقص شوي بواكا ولبس عليه أيضا سعيد محمد سليما كل عام تحيب خير كل عام تحيب خير ورب يفضلك عائلتك يلا البداية بالخبار اللي شوفناه البارح اسماعيل بن ناصر يكمل التدريبات أول مرة كابتن منذ إصابته وإصابة على مستوى الركبة وكانت تداوى وكانت عملية إعادة تأهيل في قطر في أسبيتال يبدو أن اسماعيل بن ناصر اللي شوفناه أنه في حالة جيدة وكانت فرحة في صفوف مشاجعي منتخب جزير وحتى ميلا إيطاليا كابتن اللي يطالبوا بعودة بن ناصر لأنه افتقد فريق ميلا الإيطالي بن ناصر في خط وسط الميدان به اسماعيل بن ناصر قالك يحب يلعب هو كابتن في كأس فريقا للأمم اليوم 29 نوفمبر كأس فريقا للأمم تنطلق نهار 3 جان في العملية تبدو والمعادلة تبدو مضغوطة نوعا ما وصعبة التحاق بن ناصر بالمجموعة في صورة غيابه كابتن الحلول الحلول اللي أمام جميل بالماضي لتعويض بن ناصر كفي الشريط أنت معاوذي بن ناصر في الفترة الأخيرة خستان زروقي شو نبداو على اللاعب إذا هو معناها من شو يقولوا من لاعبين لها الأساسيين في 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 ميلان وهذا سبب بالنس كل فرحانة لسيبورتير دو ميلان فرحانين باوتو ولكن شو هو راه وتضرب في مي في الماتش كونتر كونتر لتير دو ميلان هاكو اللي في شامبينز ليك وتضرب معناه الوقت اللي بيفايدا ما عملوش بسبب الإصابة هي لبربراتيون استيفال معناه مع ميلاشا دي كراف الدخر معناه عندها تأثير ياسر حتى على الموسم كل ولكن ولكن فما فما تقارير تقول على ما يتالي قال كنية يحبه لتالي ميلان تحب تأجل عودة بالناصر بالناصر جانفي عليه باش ما يشاركش في الكاف وهو متمسك هو باقي هو متمسك وباقي عنده الأمل حتى ولو أمل بسيس المشاركة مع المنتخب هذا من ناحية مني با دي سات دي سمبر يرجعي لعبان هذا داتو في سيالي حتينا في اللحن بقى تقول لي انتي شكونت وارك الله علي شكونت ارضى في الجزائر على ولا بالحق علي شكونت ارضى خلصت ان وسط الميدان وسط الميدان عندك يشام بودوي عندك زرقان عندك شيبي عندك حسيم حتى فاغولي كابتن وحسيم عوار وكل ماهما لكن لكن زروقي 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 فاغولي معنى معنى الان بردي شواء مش خاس كان كل مدرب ويقول الكاستيت علي خاطر كل سيبريسك سيبريسك معنى في نفس المستوى معنى مهما مليعبي من ذو ما معنى اللي قابتها جوية في الميد تيران اكتر القلوة دي تحسب للجزائر منتخب معنى فالور كبيرة ياسر معنى يغيب واحد يلقى واحد العربي واضح انه مصلحة اللاعب تفرض عليه ممكن انه ما يلعبش كأس فريق الأمم لانه بش يرجع تدريجيا معنى مينجمش يرجع المستويه منذ الوهلة الاولى انت شنو اراك ممكن في في عودة مستعجلة لإسماعيل بن ناصر ومشاركة في كأس فريق الأمم وكيف كيف معاوذي بن ناصر في فترة الفارتة بو قبل قبل شوف اللي قاموك روزيق قبل مش كما توا قبل تاخذ ستة شوار اينا معاقدة يعني الاسابة مش تقاموه بركي قبل تاخذ من ستة شوار تفوق معنى ستة شوار تسعة شوار بش تبدأ حاضركم يلفوا طوى يعني بالطب الحديث وليت معناه كاتر موات سنك موات تبدأ حاضر مع اسور تيران بالناصر اول حاجة معناه عمره عنده قيمة عنده قيمة كبيرة صغير في العمر في الضربة بتاعه هذه حاجة بشكون يعني واضح خمسة عشر سنين مش كما انجوار تضرب ثلاثين سنين دونك مهمة برشة اه انا رأى انه اه 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 اقبل صارت لكاذي شوفوا قبل بكم لما تضرب في شفيم تاعه وخلطوه في شهرين فهالي من المليون ووقت كس العالم كس العالم كس العالم كس العالم ووقت البلسور كان دقراف ومعناه ونسكول تخسي بشي بشي خو ست مواء وخلط في شهرين ثلاثة شوار خلط بان طب هو بيدو دي ايديو البرع توقع البلناصر دونك حتى رونالدو قبل لغامان كروازي وخلطوه معناه ربيد ما دونك توا انا رابلناصر يناجم يخلط يناجم يخلط وفيو معناه الدات اللي عطاها الكابتن دي ست دي سمبر مازال مازال شوية وقت لكن نتصور ملعبه روو ثمانين في المية نتصور يكون حاضر امش يدخل لك المباراية من الاول سعيب شوي حتى كابتن يعني مع جامل بالماضي طريقة لعبه وتقول اللي يحب هو يفوز يعني بكيس فريقي دونك لازم ملعبية حاضرين اميل بورزان مريت مقوي شوي على لاعب مازالك يرجع من اسابة معقدة ناو عن مين يعني ما هيش قربت المتقاطعة فقط لكن انا شوف الملعب هيدا فما ملعبية ما يتعوضوش يعني بشكون صريحين توفي اي نادي دي ما تلقى زو ثلاث ملعبية اميل سعيب شتعوضهم جميل اراو بالناصر راو من الملعبية اللي يعطيوك برش حلول لما يكون موجودهم منتخب جزائري راو وجه المنتخب كله يتغير يتغير شوف معنا فما نتفكر انا شوف معنا فما نتفكر انا شوف شايفي ميلان راهوه مش متخب بركة حتى في ميلان راوه مش متخب بركة حتى في ميلان راو كتاب داكورة عنده يعطيك الحلول يعطيك تلقى لسوليسيون معناها تلقى لباس تلقى تلقى لدريب المتعول لسنتراج ملعبية عنده برش حلول بصراحة دونك شتعوضوا اوكي تعوض لكن بنفس الطريقة اللي اللي ادي بها هو سعيب شوي شوفنا حتى في ميلان معناها تأثير متعو غيب متعو حتى توا في منتخب جزائري فما قاعدت عظم بصعوبات منتخب جزائري توا ما وش منتخب جزائري سنتين التالي تحس معنا فريق مبدل غيب دجا هو الريفيلاسيون بتاع كان الفين وتسعتاش وكان افضل لعب في كان الفين وتسعتاش وقتري يلعب في ايمبولي عمرو تقريبا واحدة وعشرين سنة وقت تهو خمس عشرين وواحدة وعشرين سنة منذ اربعة سنوات اتنسيان ومتتوج مع ايمبولي في الليك دو هالي شامبينات لعبها ومتتوج بسكو ديتو وهزيز معنا كوب دافي ليك معنا مليا بعمل واصل ميلا للدمي فينال لشامبيونز ديك العام الفارت وكان بيس ميتريس واسيبة تقريبا ربع ساعة لعبه عشان تقريبا لعب لد انتر نهار عشرة ميلا لا اظن ان الجزائر ما انا مش اتوقف على لاعب تبارك الله عندهم ما تيقفش على لاعب سذري عنده الاختيار لكن بلاستو كابتن مؤثر اكيد لكن بلاستو مؤثر حاضر ايك الجزائر تلعبه ملوتيران بي وراء ضد السينيغال لعبة مليح ضد اخر 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 مباراة هذه كيف كيف ما اذا عندك هوش قال بالمادي قال كل ما بيه قال لفرص لفرص ديلي كيب سي لبان 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 واضح به كابتن في منديال اقل من 17 سنة اللي يدور في اندونيسيا منتخب المانيا تفوق على منتخب الولايات المتحدة ثلاثة اثنين به هذه الاخبار ومرور المانيا لدور الربع نهي لكن بعد المباراة الاتحاد الالماني يكون قدم الشر الصورة للاعبين منتخب المانيا كانوا من البشرة اسمراء وصول افريقية للملعبية ذوما وتعليقات يا كابتن خارج عن الموضوع تعليقات عن سوريا تجاه الملعبية ذوما فما واحد قال هنيئا للكامرون وينو قال الملعبية للمانيا اخي ما عنيش ملعبية الماني معني تصريحات عنصرية ضد ملعبية المانيا الاتحاد الالمانيا يقول نحن فخورون بالتنوع اللي موجود في فرقنا الالمانية الكلية انوالمانيا تغيرت منذ فترة كابتن في الفئات السنية الكل تلقى لاعبين من اصول افريقية من اصول اخرى من اصول حتى من امريكا امريكا الاتينية واسيا وهي ايضا والله شو هو راه هو البيئة كرد قدمه لوثها بالعنصرية انت يشوف في الملاعب الكل في الملاعب تا اوروبا في اسبانيا في تاليا في فرنسا في فرنسا توتاك المدرب كان جاي بحدينا كازوني او كبوردي بوربور اسيست مع نحات جمعين تاعو نحاتو فهمتي وليه او زي لك العام تنحى اما مش تنحى قال معاش نالعبين في المانيا خاتر اساسمو الاخر اذيك بودولسكي وكلوزر قال ذوكم مش سيريلم حد شيء خاتر يزان دوريجين بولونيز وانا خاتر تركي ومسلم هذا هو الموضوع دونك تشوف انتي الكري دوسانج لتوم جات موجودة فهمتني تبقى فهم حاجة يزم تعرفوها في اوروبا اللي هالسنوات هذه اللي صارت معناك اكتساح اكتساح كبير للأكسترام دروات لليمين المتطرف المتطرف اللي ضد اسلاموفوب ضد الاسلام ضد الميجرسيون ضد الدنيا اليوم صار زلزال في هولندا معناها هذه البرتية ديكسترام دروات العنصري العنصري متعرف تبدأ هو اللي شد الحكم هو شد الحكم وهذا ضد شكور ضد الاسلام ضد القرآن ضد الجاومة ضد الميجرسيون ضد الدنيا كل بشي يوريك معناها حتى حتى تكويناً تعال تعال المجتمع الاوروبي رجعت كي مقبل معناها رسيس هذا لكن كابتن ما يناجموا يعملوا حد شيء قدام التركيبة الديمغرافية اللي تبدلت في البلدان الاوروبية معنا انتي فرنسا مهزت كاس عالم اللي ما تم ادماج الجميع تعال في الرياضة وفي المنتخبات الكل الفرنسية هك شفت كابتن في الهوند سيطرة كلية في كورة القدم في البسكيت وش يقول هما معناها جواريت تاع فرنسا يقول لك كان ربحنا وهزينا وانتي تعرف اكل الغنية الشهيرة ثمانية وتسعين شو اللي غنية الشهيرة نسيتها كابتن ولا نسيت مانية وتسعين لاني عمري تسع سنة بلايك بلون بير باعيش بلون بلون روش بلايك خطرية متكونة من معناها من افريقا بلون هوم الفرنسيس ولبر سواني ماجريبا دول جين فرنسيس بير يقول لك كان بير فامتي ولا يهولي وبعد ذيك الكل السياسة استعملوها وبعد انتهت راهوا يستعملوا في الأمور ذي يستعملوا في الأمور ذي راي للانتخابات وكذا ولكن راهوا زلزاي انتي كتشوفه في هولندا لانجري ايطاليا اسرائيل ترامب مغادي الاخر مغاديكا المانيا راهوا المشكلة على المانيا هو ماذي لدروات بوبيليستي متحب حتى حد دونك معناها ربي مع الجميع بتعليقك العربي على الخبار ذي وعلى الهجمات العنصرية وتعليقات العنصرية في المانيا والله يمين ديما هي هذي متوقع متوقع من منقبل يعني العنصرية متواجزة ديما على على الأفريق في تنوع في تنوع الجنسية بصراحة أنا أشوف ألمانيا ديما عندها يعني تنوع الجنسية من البوتينج الأوزيل البرشة الملابية في فرنسا نتي بشفز ما بكيس العالم مان بابي وبنزيمة و بعد التبو ثمانية وتسعين بشكون زيدا برشة يعني شوف لو توا توا والله يزو تيقروا لكي بلو سيلال دا فريقا أي كابتن والله الحقيقة طيو لو كنت تتفرج طيو في منتخبات الأوروبية كل أنا معاش شوف يعني الوجه الأبيض وشعر أصفر ما عاش شوف طيو نس كل الولاد معنا تشبه لبعضها كلها معنا سمر شوية تقى أبيض عادي شعرك شعرك هلسوكي سويب ديما شعرك هلذيك طيو 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 حتى كم مش تحكي تقول أوروبية لازم يكون شعر أصفر يعني زرق وأبيض هذا ما عادت معنا معي معنا قبل بتاتر حتى الجين توا تبدلوا كل شئ تبدلوا كونتخبات عليا وشوف رح حتى في العرب موجود الرحة حتى في العرب ما عاش عنات حتى في تونس المنتخب تونسي بانا يخفيه فيها في رحو زيك اللايتون في السيب دو سانتوس وعلي بومنيجل عندو معنا الزيويد الجنسين على السلب بن عشوت ونحكيلك فلع على الزيتونية أanni Sarca الكثير توركيين بعد اي؟ لا نحكيلك معنا منتخب تونسي فيها لذا Douk حاجة معمولة جدا. معنا العنصرية موجودة في تونس ايضا وانتي تعرف العربي وشوفنا تعليقات عنصرية. معناها ساعات يتم التسامح قدام التعليقات هذي. الحقيقة موضوع ذي كبير برش. كبير ياسر ويزموا حلقاتها. حتى مجتمعنا. حتى مجتمعنا. عنصري. عنصري. معنا عايشين. كابتن مواصلين مع موضيال اقل من سبعتاشين اثني. السنغال اللي لنهزم تدد فرنسا بدربات الجزاء. تطالب باقصاء فرنسا من الموضيال. علاش? لانه فما ملاعب يسمو يانيس ايسوفو. لعب مع نيجر في التصفيات. كابتن. وفما شكوى ويظهر للقانون. لا يسمح للملاعب هذا انه يلعب مع فرنسا الموضيال. ملف للمتابعة. وفما فرضيت اقصاء فرنسا من الدور الربع. الاخبار الاخير يخص جماهير سلتيك اللي اظهر الدعم دعم لا مشروط للقضايا الفلسطينية ضحايا غزة. كنا شوفنا الاعلامة الفلسطينية في مباراة سلتيك في المباراة المحلية. يتم تغريب جماهير سلتيك سبعتاشن الف اورو. يتم تغريب النادي هو سبعتاشن الف اورو بسبب دعم جماهيرو للقضايا الفلسطينية. ومع اسكيل فاري عندهم ثلاثة. عندهم ثلاثة واحدات. ثلاثة شنوه كان. ثلاثة غرامات. ديزناف ميلي دي ميلي نار شنوه. هذي ديسات ميلي لاخريني. هذي ديسات ميلي. حقا حقا اراكم دراء الواحد. تيكا كابتن حكاية خلط السياسة بالرياض. ايه دربوا فلسطين اراه مش معقول ودي معنى دربوا اسرائيل دي ما نشوفوه في الملاعب خاصة الملاعب هولندا ما تشويتا جاكس دي محاذر معنى دربوا موجود. ايه ما تعرف توا معنى توا دربوا اسلاق. توا ما رخنا في الماني فم امرأة ماشي في الشارع لابس الكوفية. يبس الكوفية. ياخي. ياخي اشدها بوليسو خطاوها. تلمو. معنى هالفوكوليزازيون على على الاسرائيل شي غريب. معنى معنى شو هذي اسرائيل. مش معقول. وانتما تتفرجوا في القنوات وفي الراديونات. ايه كابتن اكبر المسؤولين في الهيكل الرياضية العالمية روما اسرائيليين رو. مسؤولين كبار رو عندهم لدور باسبور يبدأ عنده مثلا جنسية امريكية وجنسية اسرائيلية. العربي تعليق الكرار. عاد شو عاد الكوفية. او علي شدوها. خطر الكوفية رو فيها الوان. كل لون يقول لك الفلسطينية ذاك لشكوليين دمين. من المنطقة. هو حماس. نواري بلون هي فتح. فتح. وروج اي بلون هو الفرون بوبيلير لبراسول دا باليستين. يحتمل هي ماشى بكوفية بتاعتها فلسطينية ولا حماس. انا دريتها اكثر دور هي البيضة وتحرك. انا وصلت الحكاية. انت يا ذيك اسبانيورية كالامينيستري جات معا. اكون حاول. عندك شفكرة. معنى الشي دي سائر في العالم ما عندهش تفسير. تعليقك عارفي. برشة برشة قمع وبرشة ياسر الغرب ولا ولا خلينا نقول لك يعني يدعي يكذب برشة وبرشة مغلطات والظالم ولا ولا هو المظلوم والمظلوم ما عندهش حق يتكلم. وهنا يدخلنا في السيركوية يعني في نفق مظلم. ان شاء الله ربي ينصر اخواننا واهلنا اللي هما يعني في فلسطين. واكيد معنى النصر باش باش يكون من من حالفهم. احنا لكن اللي قاعد يساير طوي يعني من قام مع كسوسواء لعيبين كسوسواء اعلميين. وقال لما عنده اللي عنده مناصب كبيرة ما عندهش حق تتكلم. اه تحية كبيرة لكل من 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 اللي خذاء الجرأة. وتكلم كما قونس جابر كما الحفنوي كما كما برشة يعني كما برشة رياضيين ما خفوش على مستقبلهم. وما حسبوش. وبوتيتر اتكلفهم غالية. وزادة التاريخ سوف يذكر من 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 خذل هذه القضية. واللي معناها خاف وخبراسه. والامثال عديدة كما كما حكيمي كما برشة يعني ناس. انا اقول اه تحية لهم. اه ان شاء الله ربي معهم. ومهما يقتلوا. ومهما اه يضربوا المستشفيات. ومهما يضربوا يعني الصغار. راهوا شوف راهوا. راه حتى كان معش يبدأ فما حتى حد في فلسطين. غادي راه الارض. انطع فلسطين طولة صغار. وبقي راجعين. شكرا لك عربي. ان شاء الله يقف الدماري. الفاصل والرجعين مش حكيوا على التاريخ والنجم قمة دورة المجموعات في الشمبينز ليغ. هذه سبورشيك لحديث على قمة مباراة دورة المجموعات في الشمبينز ليغ الجولة الاولى مباراة تجمع التاريخ رادي تونسي بالنجم السيحلي مش هول مرة يتقابلوا في الشمبينز ليغ. مش هول مرة ايضا يتقابلوا في دورة المجموعات عرس كوراوي كابتن بشيكون بما أنه جمهير الزوس في رقب شيكونوا حاضرين ولو أنه العدد قليل بالنسبة للنجم الساحلي الف وخمسمائة متفرج الترجي تقريبا ثمانية عشرين الف وخمسمائة سعشرين الف متفرج دون ان شاء الله جمهير زوس في رقب يكونوا في المستوي تفاديا لسيناريوات ما يحمد وعقبها كابتن به فيما يخص النجم الساحلي غياب مؤكد دي سيدي بي للعقوبة رودريجو اليوم يتم الحسم في ملف اللاعب هل سيكون جاهز للمباراة أم لا فما بنعلي أيضا عنده إصابة ما زالت نوعا من رؤية ذبابية فيما يخص إصابة الترجي الرياضي التونسي لكن كابتن افتتاح دور المجموعات مباراة غاية في الأهمية لزوس في رقب تعرف التنافس بين الترجي والنجم الساحلي هو بمعزل عن التنافس النقاط ونعرفه أحنا هو مباراة الأولى وجمعة زوس في رقب تونسية مباراة ستكون معناها إن شاء الله نتمنيها معناه في المستوي من ناحية الترجي أنا أعتقد أن الترجي قد استفاد قد استفادة من مشاركته في الأسبق تنتي بش نسلك سؤالة داية هل استفادت ترجي من المشاركة في الأفريكان فوتبولي وحنزا تكلمنا فيها كابتن وقلت لك أنه مباراة نسلك عن نجم كابتن ما لعبش برشة مباريات مقارنة بالترجي خانتي سبقتني كابتن أنا بديت استفادة بتاع الترجي حرقتنا كابتن هذاكش حبيت نقول تفضل كابتن استفادت استفادة كاملة من كل النواحي تثبيت المدرب المدرب اكتشاف رصيد البشري أيضا لا والمدرب يلقى وأكثر من هذا أن الجمهور بالرغم الإقصاء فهو معناها فارح بالمردود اللي حدمته ترجي في المباريات وأن آخر المباراة وقامتن عنده مرمزية كبيرة وعنده مرمزية كبيرة وقتي لفريق يقصى وأنا أشوف هول مرة يقصى مش يربح ويمشي للجمهور والجمهور يسلم عليه انتهى الأمر ذيكا رسالة من الجمهور راضي العملي اللي عليه صحيح راضي على ضربات جزائي لحكم وراضي زادة على الإطار الفني ولهذا السبب معناها ثبتوا التارق ثابت وأحسن اختيار عملوه فهمتني؟ ليه تثبيت التارق ثابت ومن بعد كابتن تسمع رئيسة الرجي حمدي بيحكي على طلبات مدرب أجلب الدوخ كابتن الدوخ ليه كابتن عليش الدوخ انتي تعرفوا برشا لليه مثل الفروط هزبطوا من المية الفوق طلب سبعين هوا ولكن البريم كاسحين شوية حتى البريم كاسحين يا كابتن يتكلموا من المية الفوق ماني يبقى يبقى هوراي العربي واضح أن أنت كابتن تقول أنه النجم السيحلي ممكن عنده أقل أسباقية من التارجي عنده أسباقية بتوى النجم السيحلي بما أنه تارجي لعب أكثر مباريات ولعب في مستوى عالي في ظرف ولا حي الزمني قصيره مباريات على أعلى مستوى يفهم بها الإفكتي فهم بها المدرب وتم تثبيته النجم السيحلي عربي ملعبش برشا مباريات على مستوى عالي كما التارجي الموسم هذا صحيح لو كان يعني ترجع مصيف التوى حتى في الفاز دو بريباراسيون متى الاسبيرانس إلي لعبة بطولة عربية مع تحاد جدا وشرطة وسي اس اس مرورا بالبطولة وبالسوبر ليغ معنا التارجي إلقاء إلقاء الثنية متيعه إلقاء روحه إلقاء بالنسبة كبيرة متاع 70% التشكيلة الأساسية إلي بشعول على هديما بار كونتر نجم السيحلي لعب يعني عمال بريباراسيون هناك معناه في تونس وعمل يعني زادا كيف كيف عمال الماتش متاع شمبينا ومعناه الماتش متاع الكاليفيكاسيون اللي هما بشمشي بيهم لشمبيونز ليغ هنا الاحتكاك متاع اللاعبين تارجي في السوبر ليغ مهمة برشة ومعناه اندماج اللاعبين كانت معناه بنسبة كبيرة برشة لللاعبين ورجعت معناه على الفريق بالصالح بالصالح لأنه حتى الطريق طيبة اكتشف تركيبة اللي تتماشى معاه عرف اللاعبين عرفوا شما معناها الافريق اللي منتد بين الزلد كمدقاب وقره ساس رودريقو بن علي إزادا ما كانش يشارك بلوغ الكورة تستاور واح مع المستوى العالي لافريقيا معني تلعب ضد الويداد وتلعب ضد شكون لعب تارجي قبل الويداد ولعب مازم بي مازم بي مباريات على المستوى مباريات في حي الزمني فما نقطة اخرى مهمة جدا انت كمدرب تونسي اكيد تفرحك يعني تارق ثابت على رأس التارجير تونسي يحميد بن يونس يدرب في النجم الساحي مدربين تونسي اللعبوا مع بعضهم في المنتخب يعرفوا بعضهم مليح يتواجهوا اليوم كمدربين بطبيعة الحال اليوم شوف كتاب مفتوح اليوم بشتقول لي معنا طريق فيه بتميع رش شوالي بوان فورت على اليتوال وشوالي بوان فابل نقول لك نكتب عليه كيف كيف عميد بن يونس معه والتاقم الفنين معه ناس كل دائسة اليوم ويعرفوا شوالي بوان فورمتاحه ويحضر كل شيء اذي يعني كلاسيكو في فراد سنة بينكها مدربين تونسيين حاجة ممتازة جدا نتمنى نشوفوا يعني مباراة كبيرة ليق بزوز الفرق ولو انه الافضلية تكون يعني للتراجي على مستوى الاعداد على مستوى النتائج على مستوى يعني حتى التركيبة حتى مواجهة مباشرة التراجي في شامبيونز ليق متفوق على النجم السيحي متفوق عليه في بيلي لعبهم اربع مباريات التراجي في زوز وتعادلوا في زوز هكا النجم في بيلي مربحش يعني في شامبيونز ليق تراجي تونسي لكن خلينا نقول لك معنا حتى التراجي بتعطي البلوس معنا ولو انه تراجي معنا نشحة بالنسبة لي مع حمدي مدب نشحة كان مع مدربين تونسي حتى السجال اللي كان نحكي فيه معنا الكابتن وانتي على 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 مدرب الاجنبي انا راه زي لانه منا بالمعضول خلط بنياحية المعين المعين الفوزي بنزارتي جميع التتوجيات في فترة حمدي مدب كانت مع مدربين تونسي معنا كل مدرب اجنبي مر على التراجي ما نجحش في فترة حمدي مدب كابرال كرول ديمورايس انتي عاصرت بعض المدربين الاجانب كيف نقولي ما مكان شي يمشي؟ ما شبك تشتريك التواصل ممكن العقلية؟ العقلية كما ديمورايس جمعان يحب يطبق تمارين شلسي في ارضية ميدان معنا كورة قصيرة ولعب ممكن يحب يطبق حاجات تتماشى يعني في في البرنابيو وتتماشى في ملاعب اوروبية مع مليخ ممتاز مع ارضية ممتازة لكن تحب تطبقها مع كامل الاحترامات تحب تطبقها في اقصى الجنوب تحب تطبقها في اقصى الشمال صعب انك تطبق شي تحب عليها انتي ورا انو حاطة العقلية والاندماج متشوفش تبقها عقلية متشوفش تكوينه ذاك هو هو مكون مدرب في مستوى عالمي عنده الخدمة نتيعة ويخدمها هو يعرف اللي ترجل تورسي مثلا ولا فريق تورسي مشكل فريق الاوروبي ولكن خدمته تقتضي باش يطور من اللعب فريقه ذاك خدمة جديدة خدمة جديدة مش يعرف مش يعطيه حاجة نعطيك اكزامبل نعطيك اكزامبل مع فوزي بنزرتي لما نمشو نلعبه مع مستقبل المرسة في المرسة المرسة نحكي لك عشر سنين تالي التل ملعب كيف يشكل التمارين انتانة تكون يعني ما عندي فكرة باشا كوارجي يقولوا ينبدلوا لانتريمان جمعة ماتش المرسة نلعبه طريقة اخرى ما نعبوش كورة على القاعمة هذا التالي مال التالي المدرب الاجنبي ما يعرفوش والفوزي بنزرتي تونسي يعرفو هنا طريقة الاندماج في الوقت مدرب الاجنبي يعمل ثلاثة اربعة شهور مع الترجي يضيع فيهم نقاط مدرب تونسي فيسع ما يبدل اللعب بواضح يجبو نشوف مباراة الشبان خطر سعاطي مشي تفرر في ما تشانت انتاع شبان نسما كان بالحق بيع 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 وكورة الفوق ما ترهيش معنى الكورة بالحق ما تركحش اللوطة الكورة كان الفوق شبان معاش فمتاكوين عاد خلاحكي شو عن نجم الساحلي كابتن منتظر انه النجم يلعب ثلاثة مدافعين في المحور ثلاثة خمسة اثنين طريقة يرينيها في مباراة النجم ضد شباب اقسانتيناء ضد الجيش الملكي معنى النجم روطيح تحزوز في رقرة اكثر منه امكانيات حاليا في الوقت الحالي نجم اللي عنده منع من الانتداب النجم الساحلي مفروض انه فرج القيرماني سيعود للفريق او عاد من الاعارة النجم الساحلي في ظل غياب سيدي بي وحضوظه ضد تراجي الرياضي تونسي بقيادة عامد بن يونس والله يا حضوظه مباراة متقاسمة بين نسوس في رق في تونس 50-50 خمسين خمسين ما زروا ملعبوش طب زروا زروا هم ما ترجل عبر ارضه وجمهوره انتي قلت نافعته المسابقة الافريكين فوتبولي يعطيني زادة مقارنة رسيد البشري هذا كل الخوض لي بعين الاعتبار كل العوامل هذ ثانيا اسبقية ترجي علاش مش لعب مرتين في رتس اسبقية كبيرة حتى بحضور جمهور مزال الرتور ما نعرفوش كابتن اسكو الملعب ملعب اولمبيسوس ملعب اولمبيسوس قالك لا ما انتهى كنت فيما يخص الكارثة اللي صارت الحقيقة فيما يخص اشغال ملعب اولمبيسوس انا قلت له موقع كلامي مسجن عنده مدة اراه ازمو طايحو خطر زيد بشي قد يخطر فلوس المنزة وقت عايتولي في الرويونيون والمزير والدنيا وكذا عطيت كلمتي قلت له قبل ما يبداوه ونشط الاخبار اخذيت كلمة قلت له معايشكم معنيها لا يجيش وستاذي تعمل الى نمتع جمعي ونمتع جمهور كانت ترجي قلت له من افريقي يجيوا مع بعضهم يشوفوا الماتش ويروحون بعضهم ونمتع جمهور كانت ترجي قلت له تعم 67 كابتن تعم 67 كابتن تعم 67 واختيش هم جميت 67 وال69 67 يعني قدي 56 هكا ملاعب تاو 20 الف 25 الف ارينا هكا تعملوا حسا كابتن 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 وشوى المباراة من ناحية اللي قلناها من الول انا الترجي استفادت من كذا مشاركتها كذا اما ما استفادتش من مشاركتها في الكاس العربية خطر نعملش من بريباراسيون دفع سيزان خطر تزرب معين ومشا ما قد يجع من هنا وانا تقول لي انتي 3 ساك 2 داكور دو ما الناس كل فوكاليزي عشاك 3 ساك 2 كاتره هداك اتحده هو كي شاف الاسلوب اذي عطاه تماشى ممكن مع رسيد البشر المتوفر سيعتمد عليه مدى تيلة ان هذا الاسلوب يكون في المستوى ويعطيه نتيجة ايجابية ولو انا كابتن يعني الاحصائيات تسجيل مهاجمين في النجم حتى على مستوى البطولة موش كبير برشة لما يشوف العواني يشوف الشماخي يشوف العبدالي يعني كل وياح نسجل فيهم هدف 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 الفريق حمضة جلسي نسبة التهديف ونجم تسجل 8-9 هدف في مباراية تسجل اشترم حمضة جلسي وفيهم البديل جرته لتخل في دقيقة 87 سجل هدف هنا تحكي عن ريوسية في النجم تنقص لما يلعب بثلاثة في المحور وزيد معهم مع جاك و سي دي بي تنقص تنقص انا لا بش تقول لك حاجة اخويا قدامي انا اكبر الفرق توه هو يلعب بثلاثة انا ذايد الوجيك انتاعي الوجيك الصحي انا باربع انا نقص 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 وليس كابتن اللي هبطت على الصفحة الرسمية عاودت غالين شاعلين لكن ينصور انه بشيكون اسيس بشيكون على البنك ايه للمجموع مزل شوية تدرجين لفيش كابتن اللي تم نشرها على صفحة رسمية للنجمة السيحية تم على إثرها إقالة المكلف اللي عليه محاتم الرجايق لكن عادي لمنصبه بعد يوم منذ سويعات تقريبا تم إتخاذ القرار ويعود إلى منصبه لفيش كابتن أنت شنو رأيك فيها أنا رأيك أنت هي رأيك وقت الرئيس الجمعي يخلق قرار مع قراره كان رئيس جمعي معناها خطر ميجيش منه لأنه رأيك معارضة كبيرة رأيك وقرار عثمان جنيح عليه في أوساط الجماهير النجمة السيحية أنا رياضي محايد أنا رياضي محايد أنا معاقرار سيد عثمان جنيح اللي يخذه هما بول انتقادات تصب أكثر في خانة عفاء حاتم الرجايق لا هو حاتم صاحبي وصديقي وانتي تعرف وإنسان طيب وإنسان خلوق وإنسان كذا وأنا زادت بكية شوية السفت قلت معنى بقى هذيك أمورهم توا ما راحد شأن داخلي تعليتوار ولكن توا هك قتل إراه ورجع فامتي سبيع معناها خطر لتوار في حاجة إلى عنصر في الميديا كما كما حدث ولو أنه كابتن لفيشة دية تم ممكن تداولها استعمالها من طرف أندية أوروبية كبيرة لكن الكونتكست لكن الكونتكست 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 الذي جاءت فيه وفيديو ليرينين تعال صحيح صحيح هو لكونتكست كان جاء ممكن ثلاثة جماعات التالية والأربعة جماعات التالية ما تسيرش علي بوليميكا ها ما جامعات ميدان ميدان نردز ها 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 ليس بمستوطنة إسرائيل هتروي المشيق هذيكم هبطوا في المستوطنيات ولا ومش مستوطنة أنا قلت لهم راهوا لذيكم شاو في الأرض التاريخية تا فلسطين أول مرة فلسطيني يمشي يشوف الأرض المختصبة وقت كده باو ناحيه كل واحد كيفيش يحبي يفسر تبقى تقول له ماما كل شي هاوكا معانيا حدوا في مكانه ساعة ثمانة رجع حاتم وباو سير أخطاء وخيه كل واحد عدوا قراءته الليوترا يحبها الليوترا يحبها تعليقك العربي يعني اللي فيش دي وإلي سار في الساعة الأخيرة شوف أمين ساعة قبل كل شي كما قال كابتن التحية الساعة الثمانة اللي معناها ديما يحب يريض الأجواء ويحب يريض يعني اللي سار فيه كل وإذا كنت تدور يعني مسؤولين وضانك نحيي بالمناسبة هذه لكن خليني أقول لك لا فيش بصراحة أنا لما عرضتني يعني ماكا قاعد بهت شوية ومعناها حتى دخلت معنا للباج من طالي طوال دخلت دو تروفوة في بيلي باج بيراتي يعني في بيلي بيراتي دونك من بعد أكدت لهي يعني صورة منازلينها في بجو بيسيل خلينا نقول لك أذين نسميه أنا التجيش نسميه يعني جهويات جهويات شو معناها أنت اليوم هابط الردس بالبالي باراشوت ذيك ذيك شفناها في في فلسطين عمناوا فلسطينيين لأنهم مظلومين لكن لطوال مظلمين ماذا معناها جميع لطوال مظلوم ماذا ما فهمش علمش الرهي يعني حاجة مزروبة مهاش احترافية الحاجة بها من التراجل تونسي ما فهمش يعني إجابات حاجة مهمة برشا التراجل يجاوب على الميدان وحتى كان معناها يقصدوا بها حرب والله أنا دخلت حتى من عمل طلع حتى قبل الاستقلال مباراة التراجل تونسي والنجم ساحلي نلقي يعني يقبل الاستقلال لعب وستاشم مباراة التراجل في سبع مباريات مقابل أربع مباراة للنجم هنا حتى المعادلة مجيش حتى شوف هو معنا المباراة بين التراجل والنجم لا فهم لا ريهان عمرو مكان ما تشكلي تراجل العربية عمرو لا تشكلي تنافس ان شاء الله ديما تنافس يبقى في إطار الرياضة وما يخرج براء المستطيع بالنسبة للنجم ليس مباراة عادية هنا شوفناها لكن بالنسبة للتراجل مباراة أي مباراة حتى للتراجل عربي هني قول لتني عربي عند رهي والله كما تحذر كما تحذر السيابي كما تحذر القيبس كما تحذر الاستاتيونيزان وما تحذر النجم الذي سهل مباراة 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 لا أكثر لأقل هذه المباراة بنسبة لي أنا عشر ثواني كابتن نزلنا نحكيه على نادي الفريقي مباراة دريم مباراة مهمة عربي ريهين كبير شامبيز ليك فما ثرتيب فما أولا كابتن ما نراها عادية شوف شوف انت حطينا يا عربي خلسك سويا الترجل اخسر ضد النجم عادي موش عادي موش عادي لحظة برد تحطينا فيديو أنا حضرت عليهم تحطينا في مباراة عام عام 2009 مباراة الأخرى في البطولة شكون يفوز اللعبة في ردز أحنا ولا النجم واللي يربع فينا يهز البطولة فوزنا عليهم بربعة ولكن كانت تصريحات كما تجيش كانت تصور وصارت مرة أخرى هذه صارت صارت هدف غيران شعليني لما صارت أربع سنوات التالي وصلوا للأخر معنا والنجم والترجل يفوز يهز البطولة يفوز بثلاثة وقتها وما صارت شيء يقول مباراة عادية يعني في العموم النجم الفريقي جاي سفيقص جاي سيابا جاي باجا جاي كيف بالنسبة الخصوم تقصد به الأفريقي في كأس الكاف يواجه دريمز الغاني نهار لحد ماضي ساعتين الإفريقي ممنوع من أنتداب بسبب مستحقات بن عيادة وبالحوسين إذا أخر الأخبار في السواعات الأخيرة مراسلة لإدارة النادي الإفريقي جمهور الإفريقي ينتظر طبعا بفرغ الصبر الفريق في المسابقات الإفريقية النادي الإفريقي دريمز الغاني نادي الإفريقي يعاول برشا ممكن عربي على المسابقات هذه كأس الكاف للعودة إلى الواجهة الإفريقي صحيح توا كلوب أفريقان خليني نقول لك بسفتي تونسي وقول لنا ودي تونسي مشاركة في المسابقة هذه يعني ترجل كلوب الإفريقي محبوب برشانتي عن جماهير نادي الإفريقي على الأخير سلطونا في إيها فهم أخويا على الأخير لكن شوف أنا راو ديما نقول لحقيق لما كلوب أفريقان نقول تمر بفترة بها لأن يقول تستحق وتنجم تنجم 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 لبعيد لما كلوب أفريقان الترجل يتوال يمر بفترة حاليا الإفريقي بسعيد السيبي بالرصيد البشري المتوفر بالملعبية المنتدبين يدو المزياني نعم بخبرة إفريقية حاليا معنا كلوب أفريقان أنا شوف عصيك صحيح معنا شوف معنا يمشي لبعيد في كأس الكونفيدرالي لكن معنا ديما تقعد المباريات تبدل في دورة مجموعات ما هيش يعني اللي كاليف يوم من الأول يقعد زاد رصيد البشري مهم برش اليوم باش توفق بين البطولة وتوفق بين كأس الكونفيدرالي تحبلك برش 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 صوفل معنا اليوم كلوب أفريقان عنده من الخبرة باش ناجم يجري المباريات برش الانتدابات اللي قام بها الأفريقي قادر يوفق قادر يوصل لبعيد في المسابقات المحلية والأفريقية برابور للتعاد كلوب أفريقان عنده 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 فيكتيف به قعده تنجم 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 كوب دولة كافة ذي لكن خلينا نقول لك رو كلوب أفريقان عنده مشكل زيادة ما ننساووش اللي هو معنا ديمون دوزيميطان ديمون دوزيميطان في تونس هنا ديمة تقبل اللعب ويتخلق على فرص المشكل هذا نجم يكون بدني معنا خاطر ندي أفريقي قام بتعزز الإطار الفني بمعد بدني أنا منقبل اليوم ترجي ولا الكلوب ولا الإطوال ولا السي اس اس اليوم تقول لي عنده مشكل بدني برا مشكل بدني ويناحيو البربراتور وساعة يناحيو الطبيب على الإصابات معناها التشخيص نتاشر أما نقص بدنيا لكن خلينا نقول لك مشكلة النادي الافريقي أنا في ديمة في شوط الثاني رأي في كأس كون في ديرالية لما تقبل معنا بنفس المستوى اللي تقبل به اللعب في البطولة التونسية رك تخلص كاش كابت الافريقي وعودت إلى الواجهة من خلال المسابقة الافريقية الثانية بعد شامبيز ديجا هيك بعد شامبيز ديجا با اتمنى أن الافريقي يؤكد ما أظهره في البطولة ولو أن البطولة متقطعة وقت تقولولي البدني يقول لي كان صحيح الجوري تنتعنا في البطولة يعني وعلي يعني وقتر ما عني شامبينا مسترسل معنا تلعب وقتش تلعب كابتن وقتش تلعب هي الفورماتيك تعمل تقل ترتاح تولي الترجع للصفر حتى المباريات الودية كابتن ما هيش بشكون في قيمة المباريات الرسمية معنا ما تعطيكش مباريات ودين مدرب يكون يلعب ستة سبعة يدخل وإذن ثمانتاشة والمشكلة تلعب معنا تلعب على فريق درجة ثالثة مع كامل احترام تيلي يوم درجة رابعة شفت كابتن المباريات في رق كبيرة في تونس المباريات ودين يعرف وقتش يعمل تخرج كالندري قبل 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 لأ مش يعرف لا لا قبل لأ مش يعرف شو خمسة المباريات اللولة اللي اللعب ممكن مش يحذر فش بش يعمل دونك وذي زم الساحلي والافريقي والافريقي والتراجي وكذا نشوفهم فك اليوتوب بتقول احنا كنا هكا نلعبه وكستاد محليه وكالدنيا وكاللعب وكالتكنيك يا سرسول ليه في سع في سع رجعنا معنا تحت سفر مش معقول ونظام لبول كابتن اي هل اذا اسسم وادية البوتولة بالسسم بالاختيوية قلت انتي بلاي داون كابتن عقد النادي الافريقي في اتجاه ممكن ولا ماشي في اتجاه تمديد عقد طيب المزين شوف طيب المزيني ملعبي دو بالور ملعبي 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 سيفريت تولقى يعني الظروف الملائمة في النادي الافريقي بشنجح وقعد يأكد معنا من دخوله من اول دخوله في اول مباراة هو تحس معنا الملعبي حبيعاتي حبيعاتي بلوس في الان كنتران قوي معنا يستحق انه يتعدى النادي الافريقي يزيده معنا في فترة العقد امتعه مقبل مقبل دائرة نعني بات كيفاش ملعبي هذا مجحش في التراجر تونسي ولو انه دوب ما جاء لعب لعب معنا ديربي متفكر في ملعبي 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 شوف ثلاثة ولعب كل معنا فرحان بي تودا كل ملعبي معاش موجود معو ناس معنا بي ومن عرفوش عليش بالضبط اسكو انذباط اسكو معنا هو بحب يخرج تصور انتي تعرف عليش تصور انتي عندك عندك اخبار تأتي هو صديقي هو قالي لكن فما حاجات ديما مياح نحكي لكن ملعبي عنده دوبالور عنده قيمة كبيرة برشا بصراح ملعبي ممتاز جدا الرابيديتي اللي عنده رامي قليل وتلقاه في البطولة تونسية بصراح ملعبي نشوف نيد الفريقي يستفيد من اللعب قبل ما نخرج فاصل بش نحكي على منتخب المغرب وتصريحات كريمو اللعب السابق لمنتخب المغرب ميركات امتحات جدة في الميركات الصيفي وشكونت جوارات اللي طلبهم يا كابتن دوخ طلب ماركينوس طلب جندوغان سيرجو راموس كيفن دي بروين ومحمد صلاح فيما يخص محمد صلاح كابتن الاجابة كانت مع الناش ما يكفي من الميزانية ذي اجابة صندوق الاستثمار بالنسبة لاتحات جدة ورئيس اتحات جدة حكي وقال انه اذا اي فريق اخر اتعاقد مع الاسمه هذه فنحنا نكونوا ظلمنا من طرف صندوق الاستثمار اللي يدعم الصفقات بالنسبة للاربعة فرق الكبرى في العربية السعودية فاصل وراجعي مش نحكي على منتخب المغرب مش نواصار في نادي الزمالك حات كابتن طريفة فاصل وراجعي فام كريمو عبد الكريم ميري نجم المنتخب المغري بسابقا يرد على الرجراجي الرجراجي اللي قال منتخب المغرب ليس مرشحا الفوز بكأس افريقيا الكو ديفور 229 زائد واحد طبعا حكينا في التصريح حكينا في ما قاله وليد رجراجي وقلنا أنه يخفف الضغط على روحه على الملعبية ويحب يدخل كاوتسايدر كابتن لكأس افريقيا لأمام كريمو جئب وقالوا راو أي نتيجة غير الفوز باللقب في كأس افريقيا تعتبر فشل لأن المغرب فريق عالمي فريق كبير فريق يعج بالهجوك المنتخب كفريق متكامل متجانس لعب مع بعضه على المستوى المعنوي معنوياته طوب 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 فهمتني دونك يا بادريزو ليس هناك معنى حاجة باش المغرب ميفوزش بكأس افريقي وقت البارح قلت لك راو الرجراجي استهليك داخلي يكلم في روحه يكلم في روحه والملاعبية راو في الأخر إذا الملاعبية ذوما اللي عندك نوعية الملاعبية ذوما التموحات انتاحهم ما تكونش كأس افريقيا بالدكلاراسي انتاعه بتصريح انتاعه معنيها كأنني كأنني بهي نقص من التموحات يكذب عليك يزمك تحط الضغط على الملاعبية ذوما وذوما الملاعبية متعودين بالضغط مركلا عليهم مكترش بالضغط كالسعالم ولا الضغط اللي يلعبوا فيه في أعلى مستوى وفي أوروبا أنا مع كريمه أنا مع كريمه عندك فريق فريق الأحلام دريم تيم ألا وهو المنتخب المغربي المنتخب المغربي مش يكون معناها دهو الشأن في كسرية الأمام المرشح الأول مرشح الأول العربي منتخب المغرب نعرف أنه أنت من المعجبين بفلسفة الراجراجي وباللاعبين الموجودين في المنتخب الأول في المغرب نرى الراجراجي أنا نرى ذكي برش ذكي برش لأنه تصريحاته ديما تكون تهدي يعني من اللاعبين وما تدخلش فريق ما تدخلش فريق يعني في نقول نحن في الفولية في الهبال لازم ننفوزه وتكبر المسؤولية وتضغط على اللاعبين عكسا لو كانت أخوة يزوز مدربين جمال بالماضي عشان وقاعد يصرح وراجراجي عشان وقاعد يصرح قاعد يزو كيس العالم جمال في الماضي في الماضي قال باش ننفوز بكيس العالم وما ترشحش بوضحكها وبعد واسحبها به في بلاتو وفرنسي وقت معناه قبلها قال كيف كيف معناه باشي هز كيس فريقيا ومعناه وما هزش فمت أنا أرى منتخب المغربي مراشح بيرز باش يكون يعني باشي هزو كوبدا فريق معا أنت بين بالماضي وراجراجي كون تفض بصراحة بصراحة مدرب يعني مدرب انتحاري مدرب انتحاري بيأتم معناه الكريمة في الكرة خير في اللخ بقفتها ولا سيردنا مشكلة كمية خير لا لا في الكرة باش نحكيوا على لا لا بالنسبة أولة يا أخي العربي نشوف آآ عندك بالنسبة ليانا آمين آآ نشوفهم اللي ناجم يكونوا في في بالنسبة ليانا عندك مغرب الجزائر آآ مؤذون مرشحين يعني بش يتفوزوا سينيغال سينيغال تونس زيد و تونس مصر تخلط معناها معهم أنا نشوف لا استثنيت تونس تونس إلى حسب المباراة الأخيرة بصراحة آخر زوز أخبار عندنا نذيق الوقت عربي سرقة في نادي الزمالك عمل في فريق الزمالك يستأولي على قمصان اللاعبين تفاجأ أمان نادي الزمالك آآ منذ أربعة أيام بخروج أحد العمال المتواجدين باستمرار مع الفريق الأول في يده حقيبتان فيهم ملابس خاصة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمن النادي استوقفوا العامل وقاموا بفتح الحقائب وتفتيشوا لقاوا ملابس وقمصان تدريب الخاصة بالفريق الأول في الجزائر شبيب التساورة عودة نصيف بياوي لتدريب الفريق بناولوا حد سعيد عقد حتى نهاية الموسم بالتوفيق القيس العقوبي ونصيف الباية وشكرا كابتن شكرا العربي مرسي لكل الفريق احنا نتقابل وغدوانا في توقيت